اشتركوا في القناة ويانا اليوم وباشر والعدة ايام واجواء صافية خالية من السحب لكن متوقع ان تعود السحب مجددا خلال الايام القادمة وتعود فرص الامطار المتفرقة خاصة في يوم السبت وراح نتكلم عنها بعد شوي درجة الحرارة حاليا 17 درجة مئوية رطوبة نسبية 40 بالمئة رؤية الافقية ممتازة اكثر من 12 كيلومتر صور رقمان الصناعية تبين الوضعية خالية من السحب راح تستمر ويانا اليوم وباشر وعقبة لكن السحب ستعود مجددا امتداد تأثير مرتفع جوي موجود ويانا اليوم وهو اللي تسبب في استقرار الاجواء اللي كانت جميلة اليوم متوقع ايضا ان تستمر حتى يوم الغد الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة كحد اقصى تصل الى 30 كيلومتر في الساعة درجات الحرارة تتراوح ما بين 12 الى 15 درجة مئوية في اغلب المناطق باستثناء السواحل طبعا والجزر درجات الحرارة تتراوح فيها ما بين 17 الى 18 درجة مئوية حتى ساعات الصباح الاولى الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط تدريجيا من 15 الى 40 كيلومتر في الساعة ونشاطها راح يكون ملحوظ في منتصف نهار يوم الغد درجات الحرارة في ساعات الصباح الاولى تتراوح ما بين 14 الى 18 درجة مئوية باستثناء جزرنا الجنوبية درجات الحرارة تتراوح فيها ما بين 20 الى 22 درجة مئوية و18 على السواحل سما صافية راح تستمر حتى منتصف نهار يوم الغد لكن اجوانه معتدلة تميل الدفء خلال فترة الظاهرة درجات الحرارة تتراوح ما بين 29 الى 32 درجة مئوية في اغلب المناطق واجواء مشمسة ورياح سرعتها الـ 40 كيلومتر في الساعة باستثناء طبعا درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجزر راح تتراوح ما بين 27 الى 26 درجة مئوية وتصل الى 29 درجة مئوية في فيلشة اجواء مستقر الرياح خفيفة الى معتدلة تتراجع في سرعتها تدريجيا مع ساعات المساء أولا بعد غروب الشمس راح تكون سرعتها من 10 الى 30 كيلومتر في الساعة وايضا راح تتراجع الامواج من حيث الارتفاع وتكون من 2 الى 4 قدم درجات الحرارة تتراوح ما بين 15 الى 19 درجة مئوية سماة صافية خالية من السحب والرياح خفيفة الى معتدلة حتى نهاية يوم الغد البحر اولا راح يكون من 2 الى 6 قدم خفيفة الى معتدل طبعا يعلو بين الحين والاخر إذا كتبنا منكم تأجل أي نشاط بحري خلال فترة النهار من أجل سلامتكم لكن خلال المساء راح تتراجع سرعة الرياح وراح تتراجع الامواج أيضا المد الأول الساعة 3 و 38 دقيقة صباحا والمد الثاني الساعة 2 و 20 دقيقة الظهر والجزر الأول الساعة 8 و 59 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 9 و 57 دقيقة مساء المواقيت بإذن الله أذان الفير راح يكون الساعة 3 و 49 والشروق الساعة 5 و 13 دقيقة والمغرب الساعة 6 و 20 دقيقة أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة ارتفاع تدريجي في درجات الحرار الرياح الشمال الغربية راح تستمر ويانا اليوم وباشر خفيفة إلى معتدة تنشط الحين والآخر خاصة منتصف نهار يوم الغد تصل في سرعتها الـ 40 كيلو متر في الساعة 31 العظمى والصغرة 16 درجة ميئوية أجواء مشمسة السحب تعود تدريجيا بعبورها راح يكون ملحوظ امتداء من يوم الخميس لكنها سحب عالية غير مطيرة في يوم الخميس مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدة سرعة بوجه عام من 10 إلى 35 كيلو متر في الساعة 32 العظمى والصغرة 18 درجة ميئوية اعتدال يمين للدفء خلال فترة النهار لكن الاعتدال يكون ملحوظ أكثر من بعد غروب الشمس وحتى ساعات متأخرة من المساء امتداء من يوم الجمعة أجوالها راح تكون غائمة جزئيا مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدة شمالية غربية لمتقلبة اتجاه من منتصف نهار يوم الجمعة بعد ذلك 32 العظمى وصغرة 18 درجة ميئوية تدريجيا مع منتصف يوم الجمعة يقلب الهواء إلى كوس ورح ينشط بين الحين والآخر وفرص لأمطار متفرقة على بعض المناطق في يوم السبت راح نوافقكم معلومات أكثر عنها في نشراتنا القادمة 32 العظمى وصغرة 19 درجة ميئوية تدريجيا مع نهاية يوم السبت تتراجع سرعة الرياح يقلب الهواء إلى الشمالي غربي معلومات أكثر عن حالة الطقس في يوم الأحد سرعة الرياح من 10 إلى 32 والعظمى 32 والصغرة 20 درجة ميئوية أجواء صافية ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط خلال فترة النهار بين الحين والآخر كحدة قصة تصل في سرعتها إلى 40 كيلو متر في الساعة أجوانها بذن الله ستكون مستقرة استمتع فيها أشهد الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم اشتركوا في القناة